أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله وصحبه أشبعين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلة فإنما يضل عليه مهلاً جميعاً أشعرين هل تستمتلكم أو هل تستمتلكم ؟ مهلاً سأتصرفك أتصرفك مهلاً مهلاً أعطي بقرام أمار نحن نعرفك لا أعرف العملي لا أعرف كم لا أعرف كم سأتصرف كم ستكون كم بحق مهلاً سوف نتحدث اليوم واحد او سوء؟ سأحاول أن أقوم بخصوصها إلى 15 سنة حسنا دعونا نسمع الله سبحانه وتعالى ما قاله في سورة القصص سأقولها في عربية و ثم سأقولها في آنغلية و أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ما قاله؟ فعله جيد للأخرين كما الله فعله جيد لك و لا تبحث أن تقوم بخصوص في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ما هذا يعني؟ سأقولها لك سأقولها لك الكثير من الأشياء و تبغيبك كل شيء من الأشياء نحن 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 نعلم و نحن 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 نعلم نحن 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 نعلم هذه الضوء أن تكون رفلتها على الأخرى ليس فقط لك فقط لك لكن الله أعطيها لك لتعطيها إلى الأخرى وهذا ما يقول الثلاثة في سورة الضحة وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ لذلك اجعل هذه الضوءات وإنها الضوءات الله يتحدث كيف يتحدث هذا يتحدث؟ إذا أعطيتك شيئاً يجب أن تشعر الأخرى كما يتحدث لك إذا أردت أن تحقق هذه الضوءات يتحدث لذلك يجب أن تجعلها يجب أن تشعر الأخرى إذا أردت أن تدوم نعم الله عليك فأنعم على غيرك و أحسن كما أحسن الله إليك مع نفس الناس من الضوءات يجب أن تشعر الأخرى هذا هو ما أعطي الثلاثة اليوم يجب أن تشعر الأخرى يجب أن تشعر الأخرى هذا ما أريد أن أفعل لنرى كيف ما أريد أن تشعر الأخرى إن إذا كان الله يسعر الأخرى إذا إذاً لك فعل لك رزق إذاً لك فعلك ماذا تفعل مع ذلك؟ تصدق أعطي زكاة أعطي صدقة للأخرين أعطيك الموضوع أعطيها للأخرين في الحقيقة، يمكن أن يكون لديها للأخرين ولكنه يريد أن تحصل على المملكة أعطيها لك لكي يمكن أن يكون لديها للأخرين أعطيها إذا اعطيت تعلمنا جنون إذا كان علما أعلم thunder أعطيها للأخرين إذا إعطيك التحقيق أعطي ضعيف أو مريض إذا كانت فرحة وإذا كانت فرحة وإذا كانت فرحة فأدخل على غيرك الصرور والبهجة إذا كانت فرحة وإذا كانت فرحة وإيقاناً لن يكون لديك أيضًا فإن صلتك بالله هي بوابتك للحياة والإحسان so this is your relationship with allah okay this relationship with allah is your key to the heavens okay and when you do that to the others you do it in the perfect way it's not going to be 100 perfect but try to make it as perfect as you can okay and this is what we call it al-ahsan al-ahsan means two things al-ahsan means that you do the thing in the best way okay possible okay at your you know the most you can do okay this is another meaning of the word al-ahsan al-ahsan means that you worship allah as if you see him and if you don't see him just remember he sees you okay so this is this is exactly what we want to do god give you things let the others have a part of it okay i am done okay that's fine that's fine i am gonna other hand now اللهم ارزقنا الإحسان وجمّل أخلاقنا به وجعله صفة لكل أعمالنا وتقبله منا وأنت راضٍ عنا وأعيننا على نفع غيرنا بالصدقة والعلم وإعانة الضعيف وإدخال الصروح على المريض والمكتئب فأنت نعمل منعن وأن نكون نعمل متلقين وآخر بعواني أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين خير ولك